لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله عده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أعوذ الله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون قال ابن كثير رحمه الله قال العفية عن ابن عباس في هذه الآية إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا يقول من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا لالتماس الدنيا يقول الله تعالى وفيه الذي التمس في الدنيا من المفابة وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد وقال أنس بن مالك والحسن نزلت في اليهود والنصارى وقال مجاهد وغيره نزلت في أهل الرياء وقال قتادة من كانت دنيا همه وسدمه سدمه يعني غايته الشيء الذي ولع به من كانت دنيا همه وسدمه جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء وأما المؤمن فيجاز بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا له إسناد صحيح عند ابن ماجة صحاهم نحبين وأخرى ضعيفة هناك حديث صحيحة من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح والآخرة يتهجمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأثته الدنيا وهي رغم وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة وقال تعالى من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب قال ابن جليل رحمه الله يقول تعالى ذكره من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وأثاثها وزينتها يطلب به نوفي إليهم أجور أعمالهم فيها وثوابها وهم فيها يقول وهم في الدنيا لا يبخسون يقول لا ينقصون أجرها ولكنهم يؤفونه فيها قال عن ابن عباس من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها قال هي ما يعطيهم الله من الدنيا بحسنتهم وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا يقول من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا لالتماس الدنيا يقول الله وفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمله التماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين عن سعيد الجبير من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها قال لثواب ما عملوا في الدنيا من خير يعطوه في الدنيا وليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها عن سعيد الجبير قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها قال وربما عملوا من خير أعطوه في الدنيا وليس له في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها قال هي مثل الآية التي في الروم وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله عن سعيد الجبير قال من عمل للدنيا وفيه في الدنيا عن مجاهد قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها قال من عمل عملا مما أمر الله به من صلاة أو صدقة لا يريد به وجه الله أعطاه الله في الدنيا ثواب ذلك مثل ما أنفق فذلك قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها في الدنيا وهم فيها لا يبخسون أجر ما عملوا فيها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا أعملوا عن مجاهد في قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها قال ممن لا يقبل منه جوزي به يعطى ثوابه يحتمل قول مجاهد هذا ما رويا مثله عن الحسن وأنا سيد مالك أنها في اليهود والنصر لأنه قال ممن لا يقبل منه جوزي به يعطى ثوابه عن مجاهد من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها قال لا يوخزوا أي لا يظلمون يقول من كانت الدنيا همه وسدمه وطلبته إن مكتوبة خطر وطلبته حوال من كانت الدنيا همه وسدمه وطلبته وليته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة وهم فيها لا يبخسون أي في الآخرة لا يظلمون هذا ليس ظاهرا لأن الآية من أولها إلى آخرها في من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إلا أن يكون قد وقع سقط يعني تفسير وهم فيها لا يبخسون الظاهر أنها في الدنيا كما ذكره ابن كثير يكون الكلام قد توقف كلام قتادة كما فصله ابن كثير أن انتهى كلام قتادة أما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة ويكون ابتداء الكلام من كلام ابن جليل وهم فيها لا يبخسون أي في الآخرة لا يظلمون أو في كلام غيره لكن هذا ليس بظاهر ليس هذا من أهل الإيمان عن قتادة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآية قال من كان إنما همته الدنيا إياها يطلب أعطاه الله مالا وأعطاه فيها ما يعيش وكان ذلك قصاصا له بعمله وهم فيها لا يبخسون قال لا يظلمون أنا ظاهر الكلم على السياق الذي ورد على الأكثر أنهم فيها أي في الدنيا وهم لن يظلموا في الآخرة ولكن ليس لهم حسنة عن محمد بن كعب القرضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحسن من محسن فقد وقع أجره على الله في عاجل الدنيا وآجل الآخرة عن الضحاك قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها قال من عمل عملا صالحا في غير تقوى يعني من أهل الشرك أعطي على ذلك أجرا في الدنيا يصل رحمه يعطي سائل يرحم مضطر في نحو هذا من أعمال البر يعجل الله له ثواب عمله في الدنيا يوسع عليه في المعيشة والرزق ويقر عينه فيما خوله ويدفع عنه من مكاله الدنيا في نحو هذا وليس له في الآخرة من نصيب من أهل الشرك يعني أوسع من اليهود والنصارى وإن كان الأمر واحدا أن المحصود أنهم ليسوا ممن يقبل منهم بشركهم أن الشرك محبط لجميع الأعمال عن قتادة عن أنس في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يمخسون قال هي في اليهود والنصارى عن الحسن نوفي إليهم أعمالهم فيها قال طيباتهم عن وهب أنه بلغه أن مجاهدا كان يقول في هذه الآية هم أهل الرياء هم أهل الرياء عن شفي ابن ماتع الأصبحي أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا فقالوا أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخل لي قلت عشودك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته فقال أبو هريرة أفعل لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نشغ نشغة ثم أثاء شهق شهق حتى أومي عليه فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره ما فيه أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه واشتد به طويلا ثم أفق يعني لأنه يعني يستحضر معاني الحديث فيشفق منها ويخاف ويتأسف خوفا أن يكون من أهل هذا الحديث قال ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أهل القيامة ليقضي بينهم وكل أمة جافية فأول من يدعى به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم آناء الليل وآناء النهر فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل فقد قيل ذلك ويؤت بصاحب المال فيقول الله ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل رحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك ويؤت بالذي قتل في سبيل الله فيقال له في ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جريب وقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله على ركبتي فقال أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر لهم النار يوم القيامة قال الوليد أبو عثمان فأخبرني عخبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية قال فدخل عليه رجل فحدثه بهذا عن أبي هريرة فقال أبو هريرة وقد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن باقي من الناس ثم بكى معاوية بكاء شديد حتى ظننا أنه هلك وقلنا هذا الرجل شر هذا الذي حدثه يعني هذا الحديث ثم أفاق معاوية ومسحا وجهه فقال صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وقرأ وباطل ما كانوا أعملون قال مجاهد من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها قال ممن لا يتقبل منه يصوم ويصلي يريد به الدنيا ويدفع يريد به الدنيا ويدفع عنه ويدفع عنه محمى الآخرة يعني كأنه كلما اشتكر الآخرة يبعده عشان يطلب الدنيا فتفكرناه أشكرناه في الهنة فيه عندكم فيها أو لا وهم فيها لا يلخصون لا يلقصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون يقول تعالى ذكر هؤلاء الذين ذكرت أنا أن نوفيهم أجور عملين في الدنيا ليس لهم في الآخرة إلا النار يصلونها وحبط ما صنعوا فيها يقول وذهب ما عملوا في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون لأنهم كانوا يعملون لغير الله فأبطله الله وأحبط عامله أدرا هذه الآيات الكريمة فيها ذنب جديد وعيد أكيد لمن كان يريد الدنيا تشمل المرأين ولكن الذي يظهر مع كونها آية مكية أنها في من رأى بالإسلام إن صح الكلام لأن معظم أسانيد أنهم أهل الرياء فيها ضعف لكنها في من يرأي بالإسلام لأن الله قال فيها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهذا يقتضي خلودهم فيها لأنهم ليسوا ممن يكونون في النار ثم يخرجون منها إلى الجنة فكل أوساط الموحدين لا يصح أن يقال في شأنهم ليس لهم في الآخرة إلا النار الذي يظهر أنها في الكفار ولكن من شابه الكفار في بعض عملهم فله نصيب من عقوبتهم بقدر ما شبههم إن كانت الآية كما ذكرنا إن صح أنها في أهل الرياء فهي في من رأى بأصل الدين وبالصلاة والصيام والقيام فلذلك كل عمله حابط لأنه يريد كلام الناس ثم الصورة الأخرى التي ذكرها أهل العلم أنها في من كان ملتبسا بشرك يحبط ذلك العمل حقيقة أن من لم يوفقه الله للتوحيد إنما هو لأنه يريد الدنيا فهو مريد للدنيا لذلك لم يوفق للتوحيد كما أن أهل البدع هم أهل الأهواء يريدون الدنيا لذا يصرفون عن توحيد الله فمن قال إنها في أهل الشرك فمن قال إنها في اليهود والنصارى ومن قال إنها في من لا يقبل منه ممن لا يقبل منه كلها بمعنى واحد والحقيقة أنها كاشفة أن إرادتهم للدنيا كانت يسبب فيما حصل من الشرك الذي أحبط أعمالهم فبين الله أنهم إنما اتبعوا هذه الأديان الباطلة واتبعوا الشرك لعجل أنهم أرادوا الحياة الدنيا وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما لكم من ناصرين فهو إنما آثر العلاقات الاجتماعية في الدنيا من قرابات ومن يحبهم ولا يريد أن يغضبهم فآثر الكفر على الإيمان لأجل هؤلاء تنطبق أيضا على هذه الآية الكريمة على من كان همه الدنيا غير الرياء مثل عبادة الدرهم والدنار والقطيفة والخميصة قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدنار تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميصة تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ديروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا أو يمسي كافرا ويصبح يبيع دينه بأرض من الدنيا فكل من باع دينه بأرض من الدنيا فهو داخل في هذه الآية لأنه يريد مالا لكنه يبيع دينه به يكفر من أجل أن يحصل على المال يشرك من أجل أن يحصل على الجاه فهذا ليس له إرادة في دين معين كاليهود والنصارى وغيرهم ولكنه حيثما كان المال فهو مستعد لأن يبيع دينه من أجله فهو عبد الدرهم وعبد الدينار وهذه العبودية متفاوتة لكن منها نوع هو شرك أكبر إذا وصل الحال به لأنه من أجل المال يترك الإسلام من أجل المال يخل الشرك أو من أجل الجاه والمنصب أو الشهر عند الناس أو من أجل الشكل والمنظر ويلبس من الثياب يبيع دينه من أجل ذلك بالكلية فإنه ممن يريد الحياة الدنيا وزنتها فهؤلاء الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ومن شابههم من أهل الإسلام كالذين يعملون أيضا رياء وإن لم يراءوا بأصل الإسلام فلهم نصيب من عقوبتهم كما ذكرنا أن أهل الرياء أول من تساعروا بهم النار ومنهم من يكونوا من أهل التوحيد لكن الآية نزلت في أهل الشرك الذين ليس لهم إرادة في وجه الله ليس لهم إلا الدنيا كذلك هنا من شابه أهل الشرك في الرياء وإن لم يكن في أصل الدين فله نصيب كذلك من شاركهم في إرادة الدرهم والدينار والقطيفة الخميصة والجاه والرياسة والشهرة من أجل أن ينال المعاصي والذنوب لكنه لم يضحي بأصل دينه من أجل ذلك لم يضحي بالتوحيد من أجل ذلك لكن ضح بالطاعات لكن ترك الطاعات وفعل المحرمات من أجل المال وهذا يتفاوت الناس فيه فهو له نصيب من عقوبة هؤلاء الذي نزل فيهم الآية والأعمال التي عملها من أجل المال حابطة وذكر الشيخ محمد العبد الرحيم رحمه الله صورا في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا لكن بعضها أصعب أن يدخل في عموم الآية لأن بعضها ليس بمحرم وإن كان غيره أولى منه لكن الآية في من أراد الحياة الدنيا فقط لكن كما ذكرنا قد يكون هناك صور مثل ما ذكر من أن الإنسان يعمل عملا مما يراد به الآخرة كالعلم والتعليم والصلاة لكنه يعمله لوظيفة إنما يريد بذلك المال لا يريد به وجه الله فهذا النوع عمله عبد العيلو لم يعطوه المرتب لما علم الناس ولو لم يعطوه المرتب أو الأجرى لما يعني خرطب مثلا بهم أو علمهم القرآن أو نحو ذلك على قول من يجوز أخذ الأجرى على تعليم القرآن وتعليم العلم الذي ليس هو فرض كفاية الذي ليس هو فرض عين أقصد الذي ليس هو فرض عين على العالم والمتعلم فهذا لا يكون قد اتكب محرما من يجوز أخذ الأجرى لكن ليس له ثواب طالما أنه ليس يريد إلا الوظيفة يعني يقوله الربع كذا مثلا فهذا ليس له ثاب عند الله عمل وحاب وإن كانت طائفة من العماء بل جمهور العلماء يرون هذا الرجل قد قد فعل أمرا إذن إن حق ما أخذهم عليه أجرا كتاب الله وأن أخذ الأجرى لتعليم القرآن أمر جائز ولكن لا ثواب فيه فهذا يعني لا يدخل في الآية والله أعلى وأعلم وإن ذكر أنه يدخل في هذا كما ذكرنا الذي يدخل دخولا أوليا هو من باع دينه في عرض من الدنيا والذي يشبهه هو الذي ارتكب حراما من أجل المال أو من أجل المنصب أو من أجل الشهرة من أجل شيء من الدنيا هذا تابع له يشبهه في عمله فله نصيب من عقومته هناك سورة أخرى هو أنه سيأخذ هذا المال لأنه لا يستطيع أن يعمل الطاعة إلا إذا كفي فهذا يثاب على عمله كمن يأخذ الرزق من بيت المال من أجل عمله الذي يعمله خدمة للمسلمين كقاضم أو كمدرس ومعلم كلفه الإمام بأن يعلم الناس وفرره لذلك في أخذ فجعل له أجرا أو جعل له كفاية من بيت المال فمثل هذا طالما نيته طلب الكفاية فيما يأخذ ونيته لوجه الله في تعليم الناس العلم والقضاء بينهم بشرع الله وقضاء مصالعهم فهذا يؤجر إن شاء الله لا تصل إنه بلا أجر وذكر الشيخ محمد النوهاب رحمه الله أيضا أن يكون أنهم ضمن هؤلاء من عمل عملا يعني في يعني أيضا مما يردوي الآخرة كحج وعمر من أجل المال لا ينوي إلا المال إلا التجارة فهو موسم بالنسبة له ولكنه يحج مع الناس ليدرك أماكن الزحام التي تكثر فيها التجارة وقد يفهم من كلامها أنها أوسع وليست بالصورة المحرمة أعني الناس في الحج والعمرة مثلا هناك من يعمل ذلك لأجل أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى يريد الثواب من الله وآخر إنما يخرج للتجارة يخرج معهم مشرفا معهم مثلا من أجل إيه؟ من أجل أن تربح شركته ولا يريد الثواب أو يريد الثواب لدرجات متفاوتة يريد الثواب كأمر ثانوي هناك من يخرج للعمل نفترض يعني واجد فرصة عمل في الخارج في السعودية مثلا هناك من يذهب لأجل أن يحج هناك من يذهب لأجل أن يعمل وإذا آت الفرصة الحج فليفعل لا شك أن هناك تفاوت وليس هذا بداخل في أنه يعني أولئك الذين ليس لهم في الأخرة إلا النور بل هذه ملاحات ذهب ليعمل متفاوتون في الحج متفاوتون في نياتهم هذا الذي ذهب ليحج فريضة أو تطوعا لله وفي طريقه يتجر يختلف عن من ذهب يتجر وفي طريقه يحج هذا يختلف هناك من يخرج مثلا لأنه يتمكن يأجروا بعض الناس عشان يعدلهم حاجات من الجمادك فهو رائح عشان يشتري حاجات وبقول لك أعمل عمر بالمر أو أعمل حج بالمر فهذا نصيبه على قدر نياته وليس هذا ممن يريد ليه الحياة الدنيا وزنتها الذي انطلق عليها ولكن ينقص ثوابه أنه يريد الحياة الدنيا ولا يريد الدرى الأخرة هناك من يجاهد للمغنم وهناك من يجاهد لكي يضرب ها هنا بسهم أو كذا فأدخل الجنة وليس أنه يريد شيء من الغنيمة فالرجل والنسو تفوتون في ذلك وقد رغمهم الشرع في الغنيمة لكي يبذلوا وجودهم في القتال هناك من لا يريد إلا الغنيمة فليس له أجر في الجهد لا شيء له الرجل يجاهد للمغنم لا شيء له وأما إذا كان يجاهد لنصرة الدين وفي نفس وتابعا لذلك يريد ما رغم الله فيه من أكسب حلال الغنيمة فهذا يكون أنقص من الأول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من سرية تسلم وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم وما من سرية تخفق وتصاب إلا كان لهم أجرهم كاملة في بعض الصور ذكرها الشيخ رحمه الله ليست داخلة في الآية وإن كانت خلاف الأولى أو أنقص في الأجر وبعضها قد لا يكون له أجر ولكن ليس بمحرم ليس من الذين ليس لهم في الأخرة إلا النار الظهر أن الآية في أنواع مكفرة من ذلك وهناك من يشبههم فينال بعض عقوبتهم والله أعلى وأعلم والآية في جملتها تؤكد على معنى عظيم الأهمية وهو معنى الإخلاص لوجه الله اللهم رزونا الإخلاصا في القول والعمال ونعوذ بالله من حبوط العمال قولوا قولوا لهذا ما استغفرم بعض أهل العلم قال أن الآية التي في الإسراء نسخت هذه وليس بنسخ ولكن هي بمشيئة الله عزنا الله يعطيهم ما شاء منها ولكن لا يظلمهم سبحانه وتعالى لن يظلموا فيما عملوه من حير دنيوي يؤجرون عليه في الدنيا ويأخذون به منافع في الدنيا وكل ذلك كيف أتي إزاي بقى ما نشأوا لمن نريد هيكون في أنه في أنه صورة واحد هيأخذ فلوس تنهيأخذ ولد تنهيأخذ رياسة تنهيأخذ شهرة وكل ذلك ليس بخسا لا يبخسون الذي يعني يقدر من ذلك ما شاء هو الله عز وجل هل كل خير في الدنيا يكون تعجيلا نقول لا شك أنه أنقصت الثواب ولكن لا يلزم أن يكون تعجيلا بل نعمل ماله الصالح للرجل الصالح نعم يؤتى حسنته الدنيا في الآخرة ولكن هذا الأمر على حسب ما يترتب على هذا العطاء إن كان عليه إن كان يعطي يعني يعني يعينه على طاعة الله ويستعونه في طاعة الله فمثل عثمان رضي الله عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال لأهل ذهب لمن قال له ذهب أهل الدسور بالأجور بالأجور قال في آخرها ذلك فضل الله يتيه من يشاء إن في حسنات لأهل المال أهل المال لا يدركها غيره قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين